أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ وَإِن تَعُدُّونَ يَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوغًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء العاشر في سلسلة أفلا تذكرون وكما عودناكم دائما نحاول أن نتذكر آية قرآنية أو حديث نبوي الشريف يعني نسعى من خلال هذه اللقاءات أن نتذكر معا ما أنبأ به القرآن الكريم والسنة المطهرة لنعيش حياتا مطمئنة ولنلقى الله عز وجل وهو راضي عننا أيها الأحبة واقعنا اليوم واقع للأسف مختلف تماما عن الواقع الذي كان قبل 1400 سنة ففي أواخر يعني عهد النبي عليه الصلاة والسلام انتشر الإسلام وبدأ قويا وانتشر في الجزيرة العربية وأصبح أصبحت كل الأمم تحسب حسابات كثيرة لهذه الأمة الإسلامية الناشئة القوية المتمسكة بدينها ما الذي حدث نجد اليوم أن المسلمين يتقاتلون نجد أن الأمم كلها تحاول أن يعني تحيك المؤامرات ضد الدول العربية والإسلامية نرى بأعيننا كيف أننا نعيش مرحلة من الضعف علميا وثقافيا واقتصاديا وتكنولوجيا على مختلف الأصعدة طيب هذه الظاهرة لم تكن موجودة لا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده بمئات السنين طيب هل يؤقل أن هناك إنسان يستطيع أن يتنبأ بواقعنا اليوم نعم هو إنسان واحد فقط متصل بوحي السماء إنه محمد صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الأحبة إلى هذا الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم انظروا إلى التشبيه الدقيق كل واحد يرى واقعه اليوم وواقعنا مرئه النبي يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تتسابق لسرقة خيرات هذه الأمة لإضعاف هذه الأمة ينبغي أن ننتبه أيها الأحبة ينبغي كل واحد مننا المسلم كيس فطم النبي يحذرنا انتبهوا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها يعني تصور مجموعة من الناس يجتمعون إلى قصعة إلى وليما وينهشون الكل يريد أن ينهش طبعا الصحابة استغربوا رضوان الله عليهم فقال عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل فارغ من الداخل الغثاء نجده لا قيمة له ولكنكم غثاء كغثاء السيل أنا أود أن أتساءل أيها الأحبة وأقول والله إن هذا التشبيه دقيق وبليغ ويعجز أبلغ البلغاء عن وصف وتصوير الواقع الذي نعيشه اليوم بهذه الكلمات القليلة والمعبرة كما صوره حبيبكم عليه الصلاة والسلام فقد استهانت بناء الأمم وأصبح المسلمون أكثر شعوب الأرض للأسف تخلفا بعد أن أعزهم الله بالإسلام طبعا سبب ذلك أيها الأحبة الإبتعاد عن تعاليم هذا الدين لأن مصدر قوة المسلمين هو التمسك بتعاليم القرآن العظيم فعندما تبتعد عن هذه التعاليم يصبح مثلك مثل الملحد لن تستطيع أن تتغلب عليه لأنه هو يعمل من أجل الدنيا ويعمل أكثر منك ويفكر أكثر منك فلن تستطيع أن تقهره إلا إذا اتبعت تعاليم هذا الدين لأن هذه التعاليم من الصدق والعدل وعدم ظلم الناس وعدم أذى الناس وحب الخير للآخرين والتسامح مع الآخرين هذا هو الإسلام أيها الأحبة ليس أن نحكم أن هذا كافر وهذا مؤمن ونوزع الأدوار ويكفر بعضنا بعضا هذه هي النتائج التي نراها اليوم النبي لم لا يريد مننا ذلك يحذرنا ويقول عليكم بتعاليم هذا الدين الحنيف لأنه هو الذي سيضمن لكم السعادة والحياة المطمئنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط الإيمان فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لذلك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة عليك أن تتبع تعاليم هذا الدين أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله كأنه يعيش بيننا يصور لنا واقعنا بشكل يعني عجيب فالمؤمن التقي مبتلى وطبعا أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل تجد اليوم أن أصحاب يعني الذين لا يفقهون شيئا تجدهم سعداء تجد الإنسان الذي يعني هو إنسان جيد وطيب ربما تجده تعيسا نوعا ما ولكنه سعيد بصبره على هذه الدنيا الحقيقة أيها الأحبة يعني هناك سعادة دنيوية ظاهرية يتمتع بها كثير من الذين يتصفون باللؤم والخسة والغدر والكذب ولكن السعادة الحقيقية الحقيقية لا يعيشها إلا المؤمن طبعا أيها الأحبة هناك حديث يعني عجيب جدا رواه الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع اسم غريب أطلقه النبي لكع ابن لكع ف في اللغة نحن نقول كلمة اللكع تطلق على اللئيم والخسيس والخسيس و دنيء النفس من لا حسب له من لا يعرف أصله طبعا أيها الأحبة نهاية العالم ستشهد الكثير من الأحداث مثل اشتعال البحار تفجير هذه البحار كثرة الزلازل طلوع الشمس من مغربها فتن كثيرة ستظهر كقطع الليل يعني تجثم على صدور المؤمنين بالله سبحانه وتعالى هذه الفتن ينجي الله منها من الذي يثق بالله إذا كنت تثق بالله وقدرة وقدرة الله عز وجل على أنه قادر أن ينجيك سينجيك الله سبحانه وتعالى اطمئن وكل من فقد ثقته من هذا الخالق العظيم ستجرفه هذه الفتن مثل الموج موج البحر أو موج السيل لذلك أيها الأحبة نحن نقول كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سعداء الدنيا طبعا هو ربط السعادة بالدنيا لم يقل انتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم دقيق في كلامه لم يقل أسعد الناس يعني النبي قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا انتبهوا أسعد الناس بالدنيا لكعوا ابن لكع أي الدني جدا فهذا الإنسان وصفه النبي بأنه سيكون سعيدا بالدنيا سعيد تجد لديه الأموال تجد لديه كل شيء بينما الذي يكون سعادة حقيقية هو المؤمن فقط السعادة الحقيقية لا تكون إلا للمؤمن أيها الأحبة فسؤالنا كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن السعداء الدنيا هذه السعادة الظاهرية المؤقتة يعني هم أشقى الناس حقيقة ولكن ظاهريا تظنهم أنهم سعداء يملكون المال يملكون كل شيء وهم سعداء ظاهريا ولكن في الحقيقة هم تعساء في داخلهم لا يمكن أن يحصلوا على السعادة الحقيقية طبعا أيها الأحبة هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أردنا أن نستعرض هذه الأحاديث كأنه يعيش بيننا يصور لنا الواقع هذا الحديث ورد طبعا في السلسلة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن صلى الله عليه وسلم واقع نعيشه اليوم طبعا أيها الأحبة يعني والله الإنسان يتألم من هذا الواقع ولكن أنا دائما أتساءل عندما أقرأ مثل هذه الأحاديث يعني عندما يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت شيء غريب قالوا يا رسول الله وما الوعول وما التحوت لفظ جديد نجده اليوم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة قال عليه الصلاة والسلام الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم تجد إنسان نكر لا شيء فجأة ظهر أصبح من أرباب المال والاقتصاد والإعلام وغير كيف حدث ذلك طيب طيب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء يعني في زمن الجاهلية وفي وفي فترة صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروف كان أشراف قريش وأشراف بني فلان وبني أمية وبني كذا وبني كذا معروف يعني فلا يمكن لشخص عبد أو شخص كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم التحوت يعني شخص تحت يعني اجتماعيا تحت يظهر فجأة ويصبح من أعيان الناس ومن مشاهير الناس هذا الشيء لا يمكن لعقل أن يتصوره لذلك سألوه فقال والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم يظهرون على القوم والله والله صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنتم اليوم كلكم تفهمون عندما تشاهدون مثل هذه الظواهر أيها الأحبة أنا أستغرب كيف تنبأ النبي على صلى الله عليه وسلم بها كيف حدثنا عنها وأنبأنا عنها وربما كثير مننا لم يسمع بهذا الحديث مع أنه يراه في الواقع من حوله تصوروا أن رجلا يعيش في القرن السابع الميلادي هذا خطاب للمشككين لمن ينكر نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينبئك هذا الإنسان هذا الرجل الرحيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينبئك بأن هناك أناسا الأمين سيخون ونحن نشاهد اليوم والخائن سيؤتمن ويعني تجد أناس كانوا في الأسفل أصبحوا فوق وهكذا مثل هذه الظواهر التي نراها اليوم في العالم كله طبعا يعني هذه الظاهرة لا تختص ببلد أو بمنطقة أو بمدينة أو ببقعة لا هذا الأمر نجده حتى في الصين وفي أمريكا وفي كل مكان فهذه الظاهرة العالمية التي يعني انتشرت اليوم تجد إنسان كان معدم أصبح من أصحاب المليارات لسبب أو لآخر هذا الشيء لم يكن مألوفا أو معروفا أو متوقعا في زمن الجاهلية أو في صدر الإسلام فكيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل ماد ملموس أيها الأحبة على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى لذلك أيها الأحبة يعني والله عندما نتأمل هذه الأحاديث أولا أنا كمؤمن أرتاح نفسيا لأن حبيبنا عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذه الظواهر وقال إنها ستكثر وهي من علامات الساعة الشيء الثاني أذكر الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا أي شيء غريب أي شيء لا يتقبله العقل أن نذكر الله تبارك وتعالى أن ندرك أن الساعة قريبة لقاء الله قريب فنستعد لقاء الله تصور تصور أخي الحبيب أن مخططاتك دراستك عملك كل شيء يمكن أن فجأة يتوقف فلماذا تسارع في هذه الدنيا انتبه قليلا جهز نفسك للقاء إلا أعتبر أن لديك لقاء مع الله ولكن هذا اللقاء غير محدد لا تعلمه في أي لحظة ممكن كن دائما مستعدا للقاء الملك سبحانه وتعالى في كل لحظة جهز نفسك لتلقى الله وهو راض عنك لأن الله تبارك وتعالى يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين هذه الآية وردت في سورة العنكبوت التي هي سورة مكية لم يكن جهاد السيف قد فرض ما المقصود بالجهاد هنا المقصود به جهاد العلم وجهاد النفس وجهاد الصبر الصبر على القلة الصبر على قلة الأموال الصبر على الغلاء الصبر على بعض الظواهر التي لا ترضى عنها اصبر لأن جهاد الصبر من الأنواع الكبيرة للجهاد في هذا العصر أن تصبر يكون لديك صبر عدم تسرع تسامحك مع الآخرين هو نوع من أنواع الجهاد أيها الأحبة حب الخير لأخيك هو نوع من أنواع الجهاد إذا سمعت حديثا نبويا وبلغته لغيرك هذا نوع من أنواع الجهاد أيها الأحبة بل هو من أكبر أنواع الجهاد لأن الله تعالى في سورة الفرقان التي هي سورة مكية قبل أن يفرض الجهاد بالسيف فرض الله الجهاد بالقرآن هل تعلمون هذه المعلومة الله تعالى يقول في وسط آيات كلها تتحدث عن البحار والسماء وآيات كونية فيها إعجاز علمي وضع في وسطها آية قال الله تعالى وَجَاهِدْهُمْ هذه الحلقة ما هو الجهاد الكبير سيدنا عبد عباس يقول هو الجهاد بالقرآن كيف نجاهد بالقرآن أن نطبق تعاليم هذا القرآن ونبلغ هذه المعجزات وهذه الآيات القرآنية وما فيها من إعجاز وما فيها من علم نبلغها لمن لا يعلمها وهذا هو الجهاد الكبير نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم وإذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نسألك يا رب مزيدا من الإيمان ومزيدا من التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون